بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الواحد والعشرون الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تقدم الكلام على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقفنا عند هذا أياما معدودات أياما منصوب على أنه مفعول ثاني لقوله كتب عليكم لأنه ينصب مفعولين ولما كان مبنيا للمجهول جعل المفعول الأول نائبا عن الفاعل والثاني بقي على أصله منصوبا أياما معدودات ثلث المفسرون في هذه الأيام المعدودات ما هي فقال بعضهم هي ثلاثة أيام ثلاثة أيام وكان هذا أول ما فرض الصيام كان ثلاثة أيام ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وهو الصيام ثلاثة أيام وأوجب الله صوم شهر رمضان يكون قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ناسخا لقوله تعالى أياما معدودات وكان هذا من باب التدرج للمسلمين لأنهم لم يألفوا الصيام فالله شرعه على التدرج شيئا فشيئا فلما ألفوا صيام ثلاثة أيام نقلهم إلى صيام الشهر كاملا هذا قول فالقول الثاني أن قوله تعالى أياما معدودات فسرها قوله شهر رمضان أن هذه الأيام المعدودات هي شهر رمضان فيكون قوله تعالى شهر رمضان مفسرا ومبينا لقوله تعالى أياما معدودات وليس هناك نسخ ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله ثم إنه سبحانه ذكر أصحاب الأعذار الذين يرخص لهم في الإثطار فقال فمن كان من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام رخص للمريض أن يفطر ويقضي ما أفطره من أيام أخر والمراد بالمرض الذي لا يستطيع معه الصيام أو يشق عليه يستطيعه لكن مع المشقة الذي لا يستطيع معه الصيام هو المرض الشديد والذي يستطيع معه الصيام هو المرض الذي ليس شديدا ولكن الصيام يشق عليه ولو صام استطاع الله جل وعلا رخص للمريض أن يفطر والمرض على ثلاثة أقسام قسم الأول بل هو على أربعة أقسام المرض على أربعة أقسام قسم الأول للمرض اليسير المعتاد فالصداع ووجع الضرس والحمة الخفيفة فهذا لا يعذر الإنسان من ترك الصيام من أجله إلى مرض يسير ما يرخص لصاحبه بالإفطار النوع الثاني المرض المرض الشديد المرض الشديد الذي يشق معه الصيام والنوع والنوع الثالث المرض الذي لا يستطيع معه الصيام لقوة شدته عليه ووقعته عليه ففي هاتين الحالتين المرض الشديد الذي يستطيع معه أن يصوم مع المشقة والمرض الذي لا يستطيع أن يصوم معه ففي هاتين الحالتين يرخص له بالإفطار فيقضي من أيام أخر عدد ما أفطره والنوع الرابع من أنواع المرض المرض المزمن الذي لا يرجى له شفاء الذي لا يرجى معه شفاء مرض مزمن وهو الذي ليس له علاج ولا يستطيع أن يصوم معه فهذا ليس عليه الصيام وإنما عليه الفدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يطيقونه يعني لا يستطيعونه في قراءة وعلى الذين يطوقونه لا يستطيعون الصيام معه ولا يرجى زواله فهذا ليس عليه الصيام لا أداء ولا قضاء ولكن عليه الفدية وهي طعام مسكين عن كل يوم له أن يجمعها جميعا ويدفعها دفعة واحدة عن كل الأيام في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره وله أن يفرقها له أن يفرقها ويخرجها متفرقة لكن لا بد أن تشمل جميع الأيام هذا المريض الثاني من الذين يعذرون في الفطر المسافر المسافر عن بلده فهذا يفطر في أثناء السفر يفطر في أثناء السفر لأن السفر فيه مشقة فلا يجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصيام الله رخص له في أن يفطر ويقضي بدل الأيام التي أثرها في سفره والمراد ما يطلق عليه اسم السفر مما يؤخذ له الزاد والمزاد ما يطلق عليه اسم السفر وهو الذي يحتاج إلى زاد واستعداد للسفر بعض العلماء حدده بالمدة حدده بالزمن بعض العلماء حدده بالزمن فقال السفر الذي زمنه طويل يحتاج إلى عده مزاد هذا هو السفر أما السفر اليسير والقريب فهذا مثل المقيم وبعضهم حدده بالمسافة حدده بالمسافة ولم يحدده بالزمن بعضهم قال مسيرة يومين للراحلة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم فدل على أن مسيرة اليومين للراحلة أنها سفر تحتاج إلى محرم وبعضهم حدده بثلاثة أيام ثلاثة أيام للراحلة بعضهم حدده بيوم ليلة حدده بيوم ليلة وعلى كل حال السفر معروف السفر معروف عند الناس الذي يغادر بلده محل إقامته إلى بلد آخر بعيد بلد بعيد فهذا هو المسافر له أن يخطر في رمضان وله أن يقصر الصلاة الرباعية وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في رمضان بغزوة الفتح بغزوة الفتح فتح مكة ألما بلغ كراغ أو كراغ الغميم اسم موضع وكان صائما بدأ الصيام في المدينة بدأ الصيام في المدينة وسافر في أثناء النهار فلما بلغ موضع يقال له فراغ الغميم دعا بماء فشرب عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون إليه من أجل أن يفطروا أراد أن يظهر لهم الإفطار حتى يفطروا عملا بقوله تعالى أو على سفر ولما بقي بعض الصحابة على صومه ولم يفطر وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصات الذين لم يفطروا والرسول صلى الله عليه وسلم قد أفطر قال أولئك العصات فدل على أن أنه يستحب للمسافر أن يفطر أخذ بالرخصة الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وإذا أقام المسافر في أثناء سفره إما في بر أو في بلد أقام إقامة لا يدري متى تنتهي فله أن يفطر وإذا عرف المدة التي يقيمها فإن كانت أربعة أيام فأقل إنه يفطر أيضا وإذا عرف أنها تزيد على أربعة أيام فليس له أن يفطر لأنه أصبح مقيما فيأخذ حكم المقيمين هذا ما عليه جمهور أهل العلم في مسألة الإقامة في أثناء السفر أو الإقامة التي تقطع أحكام السفر ما زاد عن أربعة أيام وهو يدري أنه سيقيمها فهذا يتم الصلاة ويفطر وهذا مثل الذي يسافرون للدراسة في الخارج أو للتجارة ويقيمون هناك مدة بعضهم يقيم مدة سنتين بعضهم يقيم مدة أكثر من سنتين هؤلاء مثل الذين لم يسافروا يلزمهم اتمام الصلاة ويلزمهم صيام رمضان لأنهم مقيمون وليسوا مسافرين من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أن يصوم عليه أن يصوم عدد الأيام التي أفطرها في حال سفره أو في حال مرضه من أيام أخر من غير رمضان من شوال من الحجة من حرم من أي شهر شريطة أن لا يؤخرها إلى ما بعد رمضان الثاني يعني ما بين الرمضانين كل وقت للقضاء وكل ما بادر للقضاء فهو أحسن ولكن له أن يؤخر إلى أن لا يبقى على رمضان القادم إلا عدد الأيام التي عليه حين إذن يجب عليه القضاء يجب عليه القضاء بقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان فدل على جواز تأخير القضاء لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تأخير القضاء ما بين الرمضانين إلى أن لا يبقى عليه قبل قدوم رمضان الجديد إلا عدد الأيام التي عليه يجب عليه القضاء حين إذن لأن لا يحل عليه الشهر الثاني وعليه أيام من الشهر الأول إلا إذا كان معذورا استمر العذر معه بين الرمضانين استمر العذر المرض معه إلى أن جاء رمضان الثاني استمر معه السفر إلى أن جاء رمضان الثاني فهذا معذور معذور في تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان لأنه ترك القضاء بين الرمضانين لعذر فيكفي منه القضاء بعد رمضان الثاني لأن هذا الدين دين اليسر يرفع الحرج عن الأمة ثم قال جل وعلا وعلى الذين يطيقونه عرفنا هذا الذين يطيقونه هم قسمان الذين يطيقونه يعني لا يستطيعون الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا وهم قسمان القسم الأول المريض المرض المزمن الذي لا يرجى له شفاء هذا عرفنا القسم الثاني الشيخ الكبير الهرم الذي معه عقله تفكيره لكن ما يستطيع يصوم هذا يطعم عنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين وليس عليه صيام لا أداء ولا قضاء وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين ثم لما بين سبحانه وتعالى المرخص لهم في الفطر في رمضان قال فمن تطوع خيرا فهو خير له رغب في فعل الخير من الصدقات ومن الصيام التطوع ومن سائر الأعمال الصالحة كل ما عملت خيرا فهو محفوظ لك فهو محفوظ لك عند الله بل ومضاعف لك الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن تطوع خيرا فهو خير له ثم قال وأن تصوموا خير لكم هذا حث على الصيام كما قال في أول في الآية الأولى لعلكم تتقون فالصيام فيه خير وفيه تقوى لله عز وجل وفيه بر وفيه تهذيب للنفس تطهير للنفس وفيه خيرات كثيرة وأن تصوموا خير لكم ولم يحدد الخير لأنه كثير فالصيام فيه خيرات كثيرة ولله الحمد إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون تعلمون فضل الصيام وتعلمون فضل الأعمال الصالحة فلا تبخلوا على أنفسكم من التزود من الخيرات والله جل وعلا جعل بعد كل فريضة نافلة من جنسها فجعل بعد الصيام الفرض صيام تطوع وجعل بعد الزكاة صدقة تطوع وجعل بعد الصلاة صلاة تطوع وجعل بعد الحج الفريضة حج تطوع فكل عمل مفروض فإنه هناك عمل من جنسه مستحب وذلك لأجل التزود من الخير وأن المسلم لا يقتصر على الفرائض فقط الفرائض فيها خير لكن من الذي يضمن أنك أديت الفرائض كاملة لابد فيها من نقص فيجبر هذا النقص من النوافل إذا لم يكن هناك نوافل وعليك نقص في الفرائض من أين يجبر ولو فرضنا أنك أكملت الفرائض وليس فيها نقص فأنت بحاجة إلى الزيادة من الخير والزيادة من الأجر فلا تحرم نفسك من الأعمال الصالحة فريضة كانت أو تطوعا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين هذا يقول جاء في الحديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب نعم هذا جاء في الحديث الصحيح أن الذي يتكلم بكلمة تسخط الله عز وجل أنه يهوي بها في النار كلمة واحدة فكيف بالذي يتكلم بكلام كثير مما يغضب الله عز وجل الكلام خطير جدا واللسان فطره شديد إذا لم تحفظه وجاء في الحديث أن رجلا كان من بني إسرائيل وكان له صديق فهذا الرجل يرى صاحبه على المعاصي فينهاه ثم إن هذا الرجل لا ينتهي عن المعصية ثم ينهاه ثم بعد ذلك قال والله لا يغفر الله لفلان والله لا يغفر الله لفلان قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبط عملك أساء الأدب مع الله عز وجل وحلف على الله أن لا يغفر الله غفور رحيم سبحانه وتعالى يغفر للمسلم ولو كان عاصيا ما دام أنه مسلم من أهل التوحيد وأهل الإيمان ولو كان عاصيا فإنه يرجى أن يغفر الله له ولا يقنط من رحمة الله يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا الرجل قنط من رحمة الله وقال والله لا يغفر الله له فغضب الله عليه وأحبط عمله والعياذ بالله كلمة واحدة أحبطت أعماله إنساء الله العافية فعلى الإنسان أنه يحفظ لسانه عن الكلام السيء في حق الله أو الكلام السيء في حق الناس يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بالكلام الطيب وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد طيب من القول يتكلم الإنسان بكلام طيب وقول للناس حسنى يعود نفسه على الكلام الطيب ويعود نفسه على ترك الكلام الردي يربي نفسه على ذلك يقول السؤال ألا يعذر هذا الرجل بالجاهل من قال لك أنه جاهل؟ من اللي قال لك أنه جاهل ليس في الحديث أنه جاهل بل هو عالم ولذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عالم لكن حمله القنوط من رحمة الله إلى أن حلف على الله أنه ما يغفر لعبده هذا يقول إن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيها قراءتان فدية طعام مسكين فدية طعام مساكين يعني جمع واحد قراءة فيها مسكين والثانية فيها مساكين نعم صحيح لكن المعنى واحد المعنى واحد عن كل يوم طعام مسكين وعن جميع الأيام طعام مساكين أيام رمضان ألا يسأل عن بناء المسجد بجانب المقبرة إن كان المسجد مفصولاً عن المقبرة بشارع أو بفضاء بين المسجد وبين المقبرة فلا مانع من ذلك أما إذا كان المسجد ملاصقاً للمقبرة أو للقبر فهذا لا يجوز لأنه وسيلة إلى الشرك هذا يسأل عن الدراسة المختلطة لحقيقة مصيبة الدراسة المختلطة بين الرجال والنساء مصيبة عظيمة وفيها نزع للحياة عن الرجال والنساء وفيها وسيلة للفساد هذا أمر لا يجوز هذا أمر لا يجوز وعلى المسلم أن يبتعد عنه على المسلمين الملتزمين إنهم ينشئون مدارس أهلية مدارس أهلية للبنين على حدة وللبنات على حدة عليهم إنهم يعملون هذه الأشياء إذا لم يكن هناك إلا مدارس مختلطة فعلى المسلمين إنهم يحاولون ينشئون مدارس أهلية واحدة للبنين وواحدة للبنات إذا كانوا يستطيعون ذلك نعم هذا يسأل عن حكم الدعاء بعد الصلاة الفريضة الدعاء مطلوب بعد السلام تدعو الله عز وجل ما يجمعيا أو يكون الإمام يدعو والمأمومون يؤمنون هذا بدعة هذا بدعة الدعاء الجماعي بعد الصلاة بدعة والدعاء الذي يكون من واحد والبقية يؤمنون أيضا بدعة والمشروع أن كل واحد يدعو منفردا ولا يرفع صوته بالدعاء يشوش على الآخرين يدعو ويسر الدعاء منفردا عن الآخرين هذا هو السنة وهذا هو المشروع نعم هذا يقول أني حججت أنا وزوجتي متمتعين منذ عشر سنوات إذا بحت عن نفسي هدي التمتع ولم أذبح عن زوجتي فما يلزمني أنا وزوجتي إن كنت واجد إن كانت زوجك واجدة للنقود كمن الهدي أو أنت ساعدها تدفع فتشرون الآن تذبحون قضاء يكون قضاءا تذبحون في مكة وتوزعون على الفقراء ويكون قضاءا لما فات وإن كنتم لا تستطيعون فإنها تصوم تصوم عشرة أيام المرأة تصوم عشرة أيام بدل الذبيحة نعم هذا يقول أني أذهب محتسبا إلى مقام إبراهيم وأدفع الناس اللي يتمسحون به أدفعهم الدفع يا أخي ما يصلح إلا من من أهل رجال الحسبة هل الهيئة أما الموعظة والتذكير لا بس أنك تذكرهم والأخواني ترى هلما هم مشروع ولا لكم فيه أجر التذكير ما هم منوع طيب أما الدفع فهذا من اختصاص السلطة لألا يحصل بذلك مفسدة يمكن إذا دفعت واحد أنه يضربك أو يضربونك يحصل مفسدة أما من له سلطة هم ما يقدرون يضربونه لأنه له سلطة فأنت الذي تقدر عليه هو الموعظة والتذكير جزاك الله خيرا نعم هذا يسأل عن المسابقات التي في وسائل الإعلام والتي تسلطون عليها في رمضان ليشغل الناس عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن هذه المسابقات أكل للمال بالباطل أكل للمال بالباطل ولهي مشروعة لأنها أشغلت الناس عن رمضان وعن التفرغ للعبادة يبون الدراهم هذه من شغلة بساقتها وطلبها أيضا أصلها ما هو مشروع بالطريقة هذه بالطريقة هذه ما هي مشروعة لأنها يدخلها الكذب والغش والاحتيال ويقولون أنهم يشرون الأجوبة ما هو يجاوبه يبحثه يشري الجواب يشرون الأجوبة فاللي يصلحون المسابقات يكتبون الأجوبة لجل تباع ويجيهم فوايد منها لا يكون لها أكل للمال بالباطل ولا هي بكذا المسابقات المسابقات ما هي بكذا نعم ما لا يقول نحن نصلي في البدروم ونحن متعافين لا بأس يا أخي أقول لا بأس تصلي داخل المسجد الحرام سواء بالبدروم أو بالدور الأرضي أو بالدور الثاني أو بسطوح لا بأس كله المسجد ولله الحمد ولو أنكم تعافي ما لا بأس بذلك نعم هذا يقول أرجو شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قض هؤلاء المراد بهم ناس دخلوا في الإسلام دخلوا في الإسلام وماتوا في لحظتهم مثلا أسلم وقتل وما تمكن من العمل هذا يخرج من النار لأنه أما الذي أسلم وآمن وترك العمل كله ولم يعمل شيء هذا ليس بمؤمن الذي ترك العمل باختياره ترك العمل باختياره لا يصلي ولا يصوم ولا يدفع الزكاة ولا يحج بيت الله حج الفريضة ولا يترك المحرمات ولا يفعل الواجبات ويقول يكفي الإيمان في القلب هذا ليس بمؤمن ولا يخرج من النار إنما يخرج من النار الذي آمن ولم يتمكن من العمل لأن مات في الحال أو قتل في الحال ولم يتمكن من العمل بعد ما نطق بالشهادتين ودخل في الإسلام نعم ويا أخوان الحاديث والآيات ما يوخذ دليل واحد تترك بقية الأدل نقول هذا الدليل على أن العمل ما هو بشر الحديث هذا نقول لا العمل من الإيمان لابد منه بالأدلة الأخرى نجمع بين الأدلة الأدلة الأخرى دلت على أن الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الزكاة ولا يترك المحرمات ولا يفعل الواجبات دلت الأدلة على أنه ليس بمؤمن وأنه من أهل ما نأخذ حديث واحد نترك بقية الأحاديث التي تقيده وتفسره وتبينه هل طريقتها للضلال الذين يتبعون ما تشابه منه كما قال سبحانه أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويه أما الراسفون في العلم فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم يفسر بعضه بعضا هذه طريقة الراسفين في العلم ما يأخذون طرف ويتركون الطرف الآخر نعم هل يسأل إذا كانوا مسافرين في الباخرة هل يصلون جماعات متعددة في طوابق الباخرة نقول إذا أمكن إذا أمكن أن تجتمعوا جميعا فهذا واجب ولا يجوز التفرق أما إذا لم يمكن فتصلون على حسب استطاعتكم لا مانع أن تتعدد الجماعات إذا دعت الضرورة إلى ذلك أما إذا كنتم تستطيعون الاجتماع في طابق واحد أو في دور واحد فإنه يجب عليكم ذلك ولا يجوز لكم التفرق نعم هذا يسأل يقول أني توبت إلى الله عز وجل أني توبت إلى الله ولكن يقول عندي مظالم للناس بعض الأموال للناس فنقول إذا كنت استطيع أن تردها إليهم وجب عليك ذلك أو تطلب مسامحتهم أما إذا لم تستطع الوقت الحاضر أن تردها فأنت تكتبها دينا في ذمتك إذا قدرت تردها إليهم أو إلى ورثتهم نعم هذا يسأل عن هل يجوز أخذ الراتب على الإمامة والأذان وتنظيف المسجد نعم يجوز هذا شيء حق حق للآئمة والمؤذنين لأجل أن يتفرغوا لأجل أن يتفرغوا للإمامة والأذان ولو لم يعطوا ما يعينهم وما ينفقونه على أنفسهم وعلى أولادهم ما تمكنوا من الإمامة والأذان وما زال عمل المسلمين من عهد الخلفاء الراشدين أنهم يعطون الآئمة ويعطون المؤذنين ويعطون القضاة ويعطون المدرسين من أجل أن يتفرغوا وإلا هم يحتاجون إلى طلب الرزق يحتاجون إلى طلب الرزق لهم ولأولادهم فإذا لم يؤمن لهم ما يكفيهم فإنهم سيتركون هذه الأعمال والأمة بحاجة إليها فلا مانع من ذلك إن شاء الله هذا يسأل عن وضع الأموال في البنوط إن كان القصد وضعها للحفظ فقط بدون استثمار فلا بأس بهذا للضرورة للضرورة لأن ما فيه مكان آمن تخشى عليها من السرقة فإذا فإذا أودعتها في البنك يكون هذا آمن بإذن الله ولا تأخذ عليها فوايد وإنما تأخذ راس مالك فقط هذا لباس أما الذي يودع في البنوط من أجل الاستثمار الربوي هذا حرام ولا يجز ويكون هذا آخر سؤال قرأناه إن استطعنا نقرأه لدينا إمام راتب وعند صلاة الصبح يقدم أو يقوم ببدعة ببدعة قنوة الفجر يا أخي قنوة الفجر يراه بعض الآئمة بعض الآئمة الأربعة يرون إنه مشروع فإذا صليت مع إمام على هذا المذهب فلا باس صلي معه وتابعه ما هذا القول يقول به بعض الآئمة الأربعة وهو القنوة في صلاة الفجر بصفة دائمة فإذا صليت معه فصلاتك صحيحة والحمد لله وإن كنت أنت لا ترى لكن هو يرى فو عليك أن تتابع الإمام قال صلى الله عليه وسلم إنما دعو إلى الإمام ليؤتم به فلا تترك الصلاة مع الجماعة من أجل القنوة في صلاة الفجر لأن هذا أمر مختلف فيه بين الأئمة الأربعة فإذا صليت مع إمام يراه فلا بأس بذلك والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين